ترجمة نانسي قنقر وأشار سعادة الوزير خلال زيارة تفقدية لمركز حماية الطفل أشار إلى دور المركز في توفير الحماية للأطفال من سوء المعاملة في الأسرة والمجتمع إضافة إلى توعية الطفل والمجتمع بشأن سبل حماية الطفل ودعم حقوقه بالتعاون مع الجهات المعنية وقد اطلع أحمدان على آليات تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة حيث يستقبل المركز بصورة مباشرة كفة البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل هذا وأكد الوزير أحمدان الحرص على تنفيذ الإجراءات القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة لحماية الطفل ومواكبة جميع المستجدات فيما يخص كل هذه الإجراءات والجهود المبذولة لوقايته وحمايته ما سيكون له الأثر الكبير في النهوض بمستوى تنمية الطفولة في مملكة البحرين